سألك سؤالة كابتن أشرف بشكل وضح هل الأأمن الأأمن شوف الأأمن بقى عشان نقل النسب الخطورة للنادي الإسماعيلي انه يعتمد بقى على مدربين النادي الإسماعيلي خاصة للناس اللي كانت قريبة من النادي الفترة دي بصة قريب انت جيتلي في حتة وانا هتكلم بصراحة مدربين النادي الإسماعيلي مش مرغبين في إسماعيلية يعني ايه يعني مش مرغبين يعني في ناس أنا بتكلم لأ فيه جمهور كتير بيحبنا وعارف اللي اتعمل لأن الأرقام ما بتكذبش أرقام المدربين اللي اشتغلوا في النادي الإسماعيلي من إسماعيلية أرقام كبيرة كلها عملوا عاملين نتائج وكان فيه مشكل كتيرة وعملوا نتائج كويسة جدا لكن مش يعني مش غير منش بحبوبين فيه ناس بتضرب فيه أنا بقولك أنا ناس بتضرب فيه طبعا يعني ناس جمهور ولا إدارات بص الجمهور الجمهور أطيب حاجة والجمهور دايما هم اللي عارفين وهم اللي بقولوا لكن احنا بنتكلم على سوشيال ميديا بقى بيتحكم فيها الناس معينة عايزة تبعد كريم من الحتة اللي هو فيها دي فتبص تلاقي بوستات وتلاقي كلام الحمد لله احنا عندنا في مجلس الدراج كان بتتعب من الكلام ده وبتروح للكلام ده وبيحصل مشاكل لكن لكن اعتقد الناس اللي موجودة أنا عارض عايزة أفهم يا كابتن أشرف في مؤتة مهمة لو مثلا كابتن أشرف خدر وكابتن أحمد العجوز وكابتن حمزة الجمل كابتن محمود جابر كابتن أبو طالب العيس لو كل الناس دي اشتغلت كويس في النادي الإسماعيلي تمام وكابتن أشرف خدر طبعا كل الناس دي اشتغلت في الإسماعيلي كويس حتى لو أنا هخش شكت بحاجة على سوش المادي هكتب إيه يعني أنا لو عايز مثلا هأثر على قرار إدارة الإسماعيلي إنهم يجيبوا مثلا يعني أشرف خدر تمام هقول إيه هقول إنه هو فشل ما فشلش هقول إنه هو مش هينجح مع الإسماعيلي تم تيجي نجرب يعني إيه اللي هيكتبوه إيه اللي يأثر على إدارة الأندية أي إدارة الإسماعيلي أنا مش بتكلم لأن الناس اللي موجودين دول يعني بأمانة ما عندهمش مشكلة في الكلام ده خالص واشتغلنا معهم كتير قبل كده طبعا لكن كان بيحصل أنا هقولك على حاجة فضل والله هقولك على موقف والله والله يحصل فضل أنا كنت شغال مع براون براون السنة اللي فات الأرجنتيني طبعا المهانسي حكومي وكان مجلس دارة كلهم حبيبنا ومحترمين وكده براون مشي وقالولي أشرف خدر إنت هتمسك الفرقة الماتش اللي جاي بتاع الجونة وإحنا هنجيب مدير فن ناس في مجلس الإدارة قالولي لو الأمور مش كويس أنت هتكمل عدت أشتغل كان فاضل أربعة أيام على ماتش الجونة اشتغلت تلات أيام مش حايز أقولك الناس كلها مبسوطة واللعيبة مبسوطة جدا وعملين شغل كويس جدا وعملنا معسكر للمباراة كان معي حمص في الجهاز لقيت نائب رئيس النادي بيكلمني قال لي كابتن أنت عارف أنا شفت تدريبك أنت تستاهل مش عارف إيه بس مجلس الإدارة وبتاعه كده وأنتو الجماهير والجماهير مش حباكو فإحنا جبنا حمد إبراين حمد ده أخوي يا حبيب قلبي واخوية وبتوله وبتوله ولا في مشكلة وبتاعه بس معلش أني موجود بشفونس خالد قلت له أنت بتقولي كده أنت أنا برئيس النادي وبتقولي كده أن أنت جيت وشفت الحالة اللي موجودة واللعيبة مبسوطة وكل الكلام ده فلما أنت تقولي كده طب هو مين اللي يحمينا يعني مين اللي بيدير ده كان موقف حصل الالجمهور ولا الإدارة اللي بيدير يعني يقولك الدنيا كانت مشي أزاي فهي دين مشكلة لكن في جماهير كتير عارفين لأنه زي باتكلم كده الأرقام كلها دلوقتي والإحصائيات أنا هيجي النهارده أشوف المدرب ده اشتغل فعني فترة ونتيجه إيه مش هو الناس بتحسب كده طبعا ما تحسبش بقى بحسابات تانية بأصل وبعدين لما تيتكلم أنت بتقول أدي فرصة طب الناس خدت فرص واشتغلت لكن على فكرة أنا مش بسوق دلوقتي إن حد يشتغل دلوقتي أنا ممكن أكون أنا من الناس المجلس الإدارة كلهم حبيبنا ونتكلم وكده في الظروف اللي إحنا فيها دي الموضوع محتاج مواصفات تانية لأن أنا بقول إحنا عايزين نلم جماهير النادي تبقى ورى النادي وده المهم اللي كان عامل كده واللي كان بتعمله كده الوحيد الله يرحمه أهاب جلال فإحنا عايزين مش عايزين من أولا يبقى فيه يعني عصبية والناس ببقى بصة وبتاها ومش عارف إيه والناس بقى حبة يبقى فيه ألق اللي كانت لديه